يعلم بحضراتكم مرة أخرى كنت كاتب النهاردة على فيسبوك على ستوشن ميديا بشكل عام إنه ختاموها مسك لما تبقى ختاموها مسك لازم تبقى مع واحد من الناس اللي هم أصدقاء إخوات عشرة تعبنا واجتهدنا واشتغلنا مع بعض نجاحه مبهر جداً للكل مبهر يعني مفيش حد ما يقدرش يعترف بنجاحه المبهر يعني مش نجاح عادي يعني ودائماً بقول عليك جملة الشهيرة أنا عارف إنها مكررة في أي لقاء بعمله بس فيه ناس شطرة كتير زي ما فيه لعيبة حلوة كتير بس هو فيه ميسي فهو ميسي ميسي الشغلانة فرحان إن بعد موسمين هي أول حلقة يطلع معايا فيها النهاردة يزورني لأول مرة ما شاء الله شغلة عظيم جداً سواء مع ملوك التحليل مع زمان العزيز إبراهيم فاي وزمان العزيز أيضاً تامر بدوي شغله في أونسبورت كمحل رائع جداً وفي راديو أونسبورت كل حاجة بيعملها بيعملها بكفاءة شديدة جداً جداً فيش حد يعرف أحمد عز وما يقولش عليه إنه استفاد منه بكل تأكيد صديق العزيز أحمد عز دي في هذه الفقرة عزي منور الدنيا ده إنت اللي ما شاء الله يعني والله العظيم تلاتي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ومدق صرفين يا باشا صرفين يا باشا لا يعني تأمنا من تحت أول آه يعني اللي يشوف أول مرة طلعنا فيها في التلفزيون نشوف دلوقتي لأ طبعا لأ 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 الحمد لله عامل أعزه من أول الدنيا مش عزف تيكر اه مش عزف تيكر تعبنا اوي الأول زكي كيب عايز أخش معاك في الحتة دي عادة عايز بيطلع هيحل الأهلية هيحل الزمالك هيقول حاجات عظيمة وعبقرية بس أنا قلت النهاردة نبدأ اللقاء بحاجة نستعرف بها أحمد عز أكتر يعني ومعظم الوقت أنت مسحول في الكونتينت والشغل اللي بتقدمه بس الناس ما تعرفش أو السؤال حتى النهاردة شفتها في الكومنتز هو زي أحمد عز بقى محلل جامد أو كده هو أنا زي أحمد عز يعني تعرف بقى نص الإجابة على يدك يعني أنا عرفها هو بس الناس تعرف والزبط الناس ما تعرفش أو يمكن يعني ما قلناش كتير قبل كده إحنا اشتغلنا سواء أو نعرف بعض يعني 2007 بعد كده أي مشروع بيفتح وما بيكلموني يبقوا هيكلموا كريم بيكلموا كريم يبقوا هيكلموني بالضبط لأن إحنا كنا في وقتها المتنفس الوحيد للشباب على الإعلام الرياضي ما كانش فيه سوشل ميديا لسه ما كانش فيه فيسبوك لسه فكان المتنفس الوحيد للشباب عن الكورة المواقع الإلكترونية صحيح وأنا وإنت كنا بنشتغل في المواقع الإلكترونية بزرط كانت الناس كلها بنسبة لها فاهم الفورم بتاع كورة دوت كوم ولا في الجول ولا يلا كورة ولا المواقع للشباب كده كانت هي الحاجات الوحيدة اللي متاحة للشباب يعني فأنا وإنت كنا من الناس اللي بعد ما خلصنا كلياتنا قررنا أن إحنا نحاول نجرب بغتينا في قصة الكورة دي حبا طبعا في الكورة قبل أي شيء آخر يعني بس وابتدت بقى الرحلة هي الفكرة أن من وقتها البني آدم لما ابتدى يكتب ابتدى يبقى عارف كويس أنه هو محتاج يلاقي وسيلة يعرف يجيب بيها مخزون يكتب بيه كويس فزمان كان المخزون الواحد بيكونه عن طريق أنه هو يترجم الحاجات الأجنبية وبعدين ابتدت حسن ده مش مخزون أوريجينل أصلي فبالتالي الواحد ابتدى يأخذ الدورات التدريبية والرخص التدريبية علشان خاطر يحاول يفهم أكتر عن اللعبة يعني واترمينا بقى ودي حاجة مشتركة بيني وبينك اترمينا في كل حاجة ممكن نترمي فيها علشان خاطر نكتسب خبرات أكتر مش عارف اللجنة المنظمة لكاس أمم أفريقية القناة الفلانية اللي بتفتح جديد شغل على مستوى الوطن العربي شغل على مستوى الصحافة يعني الشقة ده في وقته بيبقى شقة بس دلوقتي بيبقى مخزون حلو إنك تبتدي تستخدم منه الحاجات كتير اللي شفتها يعني والإدراك اللي انت أدركته للشغل يعني هو السؤال ببساطة طيب أنا جاي عايزة للأسئلة البسيطة دي هو أنا إزاي بقى محلل رياضي جامد أنا هتعمل أعمل إيه يعني أول حاجة ما تقولش مصطلحات أجنبية أيوة ما تتزلكش على الناس حسستش الناس إن انت طلعت تنظر عليهم لأن الناس بتكره أوي أي حد بيحسوا إنه جاي ينظر عليهم طبق قدر الإمكان يعني حاول تتكلم زي ما انت عايز الناس تكلمك برافا عليك فدي إيه وانت عاد مع الناس في مكان وبيمتدردش مع بعض إنت قلت بدردش مع الناس وتعاد مع الناس في كفير هقولك على حاجة آه وأنت لما بتطلب في القهوة اللي بتقعد فيها بالليل بتطلب قهوة ولا بتطلب ايه تشتقوه لأ بتطلب قهوة يبقى ما تقولش زون فورتين أيوة صح ما تقولش هافس بيس ايوة صح اتعلمها ولما تقراها انت فاهم اللي كاتبها لأنه كاتبها باللغة بتاعته بالانجليزية فأنت فاهم هو قصده ايه بس انت ما تقولهاش صح يعني دي النصايح الخامسة اللي على طول ايه الواحد بيقولها بناء على رحلته آه يعني وانا صغير كنت وانا ببتدي عايزة أقول للناس نا بفهم ايوة فبستخدم مصطلحات انجليزية كتير ايوة فتلاقي الناس جاي بتقولك بقى كده عايزة انت حلو ايوة بس احنا في حسن فاهمش آه مش فاهم كتول ايه ودي حصلت يعني كتير ان قريبي مثلا الناس تقولي انا مش متخصص في الكورة فانا مش فاهم انت عايز ايه فانت فاعلان هو انت بتكلم متخصصين ولا انت بتكلم الجمهور هاي فلما تكلم الجمهور كلم الجمهور بلغة الجمهور صح فعشان الناس تفهم عشان لما الناس تفهم هي بتعمل اللي هي بتنقل عنك فدي احلى حاجة في الدنيا ان الناس تبقى قاعدة في مكانه وتقول ده كريم قال كزا صح او عز قال كزا فدي بتبقى حاجة بالدنيا كلها صح فدي الحتة الاولانية الحاجة التانية ان خلي عندك اصل وانت بتجيب معلومات منين فانت لو انت بتجيب معلومات فاكر انك مثلا بتقلد اتنين شفتهم في التلفزيون بتقلد فقرات شفتها بتقلد ناس فانت هتفضل مقلد صح انت بتمشي وراهم فهيفضل قدام الناس في نسخة اصلية وفي واحد بيقلد مصبوط فانت عشان تبقى اصلي عندك اصل الموضوع لازم تدرس لازم تدرس انت العلم فتكون طناعتك بيه مش في ناس بتكسب بطولات بالدفاع وناس بتكسب بطولات بالهجوم في التدريب وفي الحاجات اللي شبعك كده فبرضو مش كل الناس لازم تبقى نسخة بتحب اللقب بتعملوك التحليل اه قوي بيستحبوا اه بصراح مين اللي بتطلعوا ابراهيم اه اه بالضبط كده ابراهيم فضرنا العزيز الرائع ابراهيم برضو واحد من الحاجات يعني اللي كانت جميلة في المشوار بتاعنا اه انا فاكر احنا عملنا برنامج اسمه العين تالتة انا وانت طبعا وكان معنا كريم سعيد طبعا والبرنامج ده كنا احنا تلاتة بنتخبط لسه في المراحل اللي هي في الاول مع الكاميرا يعني كنا كلنا بقى لنا عشر سنين بس اول مرة نبقى شايلين نفسنا بنفسنا فكنا بنعمل حاجات كتير بنجرب الواحد استثفات كتير قوي من التجارب انا وانت واكيد كريم سعيد بس هو حظنا كان كويس بقى ان كان كمان اه تامر بيجرب وابعدين فجأة لما تقابلنانا وتامر ومعنا ابراهيم في المكانة ضارت بقى ضارت بروعة الحمد لله